بسم الله الرحمن الرحيم يقصد بالشكر الاعتراف كما يقصد به التعظيم ويقصد به كذلك الاحساس بالامتنان فأنت عندما تشكر فإنك تعترف بجميل من تشكره كما تعظمه جزاء ما أنعم وتحس بكثير من الامتنان له وفضله عليك هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ولكن جمهورهم على أن الحمد أعم من الشكر فأنت عندما تحمد الله تعالى تحمده لأنه أهل لأن يحمد لأنه يستحق الحمد بغد النظر عما أعطى بينما الشكر يكون مقابلا لعطاء يكون جزاء على نعمة وهذه العبادة يقصر فيها كثير من الناس فأصحاب الشكر قليل كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور ويطرح هنا سؤال مهم جدا وهو صلب هذه الكلمة وهو كيف تشكر نعمة ربك؟ يشكر الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى بمجموعة من الأمور من ضمنها على سبيل المثال للحصر أولا سجود الشكر عندما ترى أن الله تعالى قد أغدق عليك من نعمه وأصابك فيود فضله فمن ضمن ما يستحسن لك أن تسجد شكرا لهذا الإنعام ولهذا الفضل يسجد الإنسان ويطيل السجود وإن استطاع أن يدرف دموع الفرح والحزن فليفعل تقديرا لربك وشكرا له على ما وهب وأعطاء وأنعم تانيا من وسائل الحمد والشكر استعمال الجوارح في طاعة الله عندما تستعمل ما أعطاك الله من قدرات وما متعك به من جوارح في الخير وفي ما يرضي الله وفي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فأنت بذلك تشكره ثالثا من وسائل الشكر كذلك الإحسان إلى الخلق كل إحسان إلى الخلق فيه شكر لله سبحانه وتعالى الذي أعطاك القدرة على أن تصنع ما صنعت وكلنا سامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر رجلا أصابه عطش شديد جدا فوجد الماء في بئر ولم يكن يملك وسيلة لاستخراجه فنزل وشرب حتى ارتوى وعند خروجه وجد كلبا نال منه العطش ما نال منه كما وصف عليه الصلاة والسلام يأكل الثراء من العطش فقال الرجل مع نفسه لا شك أن هذا الكلب أصابه ما أصابني قبل أن أشرب ومدام لم يجد وسيلة لاستخراج الماء نزل مرة أخرى إلى البئر وخلع حداءه وملأه بالماء فسقى ذلك الكلب قال الحديث فشكر الله له فغفر له كما تعرفون أيضا قصة حديث الأبرص والأقرع والأعمى وأن الله تعالى أنعم على التلاتة إثنان منهما جحدا النعمة فحرما الشكر كما حرما النعمة لأنها نزعت منهما بينما بينما التالت وهو الأعمى يعترف بفضل الله وبنعمته فشكر الله له فزاده من فضله وأعود الآن إلى عنوان الموضوع شكر اليوم والليلة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث نخرجه أبو داود من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فليك الحمد ولا الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر كما تعرفون رحمكم الله أن نعم الله تعالى علينا كثيرا نتقلب فيها ظهرا لبطن ولا يستطيع الواحد منا أن يحمده عليها ولا أن يشكره على هذا العطاء الجزيل ولو ظل طيلة عمره يحمد ويشكر ولكن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا كيف نحصل على فضل الشكر بقول قليل وبعمل ليس بكثير هذا دعاء نبوي شريف من أعمال اليوم والليلة يمكن أن يقال في الصباح ويمكن أن يقال في المساء عندما يقال في الصباح تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة وأوحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وعندما تقوله ما تشكر ما متع به غيرك من خلق الله ما أصبح بي من نعمة أو أحد من خلقك تانيا تعترف بأن النعم من الله وما بكم من نعمة لكن فمن الله فمنك وحدك لا شريك لك كما توحد الله سبحانه وتعالى وتعترف له بالوحدانية لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يعني تحمده وتشكره لتدوم عليك وليزيدك من فضله اللهم يرحم الراحمين ما أصبح بنا من نعم فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب لك الحمد كما ينبغي للجلال وجيك وعظيم السلطانك وصلى الله وسلم على نبي الرحمة وعلى آله ومن طبيع هذهه إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين